أعلنت شركة تسويق نفط العرقية سوم ارتفاع تصدير نفط الخام من حقول كاركوك خلال العام الماضي الزيادة في عمليات تصدير النفط أدت أيضا إلى زيادة الواردات لتصل إلى 144 مليون دولار أرقام رسمية تكشف زيادة ملحوظة في نسبة عمليات تصدير نفط في حقول كاركوك خلال العام الماضي بحيث أظهرت تلك الأرقام التي أعلنت عنها شركة تسويق نفط العرقية سوم ارتفاع تصدير من مليون و114 ألف برميل في بداية العام الماضي إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل في الشهر الأخير من العام نفسه شركة تسويق نفط العرقية سومو أشارت إلى تصدير ما يقارب 33 مليون و8818 برميل نفط من حقول كاركوك عبر ميناء جيهان التركي خلال 2020 هذه هي زيادة في عمليات تصدير النفط أدت أيضا إلى زيادة الواردات المتحصلة نتيجة بيعها في الأسواق العالمية بحيث كانت واردات حقول كاركوك 63 مليون و663 ألف دولار في الشهر الأول من 2020 لتتضاعف نسبة فشار الأخير من العام نفسه إلى مائة واربعة واربعين مليون دولار فيما تنتج شركة نفط الشمال يوميا حوالي أربعمائة مليون قدم مكعب من الغاز لتحصل شركة غاز الشمال على النسبة الأكثر منه لإنتاج مختلف أنواع الغازات والمواد الأخرى لغرض الاستعلاك المحلي ويستهلك قسم منه لحاجة شركة نفسها أما البقية فتهدر حرقه تحرير مناطق جنوب غرب كاركوك من تنظيم داعش الإرهابي نهاية 2017 كانت عطافة مهمة للشركة وارتفع طاقتها الإنتاجية بشكل تدريجي بحيث تبلغ 375 ألف برميل يوميا رغم أنها تتغير حسب الحاجة اليومية للاستعلاك المحلي